موسيقى 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 اوه شيء خراف هناك بعض أسلحة البيعب عنينا خذائف ورشاشات موسيقى هناك غزوة من قبل الجيش الياباني بدأت في 1894 وهي أول حملة او غزوة او صحيح موسيقى وهي الصور بتمثل احتفال الثانيين بالنصر سنة الخمسة الارضانية لما نزمة ألمانيا بالحرب العالمية الثانية في 1888 تم عسال لكوات من الاتحاد السوفيتي والصين وتمت هزيمة اليابانية في اللوحة هناك تاريخ الحصن انه في 1898 روس أصروا على الصينيين انهم يبنوا الحصن في المنطقة لأنها مرتفعة وتكشف كل المناطق مدينة اللوشة حتى يكونوا مسيطرين بعد تموا بناءه في 1900 لحتى يكون بناء بشكل دائم ويتحصنوا فيه بشكل دائم لكن في 1904 بعد أربع سنوات اليابانية بعد محاولات كثيرة لإحتلال الحصن يحتلوا الحصن هذا في 1904 بعد ما قتلوا الجنرال الروسي اللي كان متذعن الوحدة الروسية في مدينة اللوشة كان فيه شوفنا باقي الأثار المعركة ما بين الروس وبيين اليابانيين وبين الأسلحة اللي استخدموهم وبعض بقايا جثت الموجودة ما بين الروس واليابانيين كانت المعركة شديدة لحد ما السوفيات ساعدوا استمروا بمساعدة الصينيين لحد ما حصلوا الصينيين على استقلالهم في 1905 بعد استقلال الصين وهزيمة ألمانيا هزيمة ألمانيا كانت حريقة اليابان وتم طرد المعسكرات اليابانية من هذا المكان وحصل الصينيين على استقلالهم طبعا كان بمساعدة التحاد السوفيات وهو كان الحليف الأكبر ومساعدة الصينيين الآن رجعنا إلى مركز المدينة 200 متجوع وبندور على مطعم ناكل فيه عملية البحث عن مطعم مطعم بيزا بيزا بما أنه 200 متجوع فقررنا لأكل نهاية لاميان نجرب نودل فستو يا ماني فستو موسيقى وهاي قمة الجبل اللي هنطلعها الآن بالتلفريك الصينيين يا أخوان أحلى الرياضة عندهم هي رياضة بطبع الجبل كل جبل في المدينة لازم يكون فيه طريق معبد أو درج فالصينيين بصحوا بدري ساعة 6 الصبح معهم كلابه بيطلعوا لجباله وبينزلوا ع ساعة 8 هيك بروح بيزبط حاله بجهز حال الغداء بتغدى على ساعة 12 بعد قيلولة عندهم أهم إشي قيلولة هاي شغلة زي الأكل ومي عندهم بعد هيك ساعة 3 و 4 البلشوا إيش يمتلقوا بها بأله الواسعة بيحبوا الرياضة كتير لأنهم بعتقدوا أن الرياضة بيتحسن صحتهم بتطويل أعمارهم وكلهم بيهتموا بالرياضة إحنا الآن على قمة الجبل الجبل هذا بيكشي كل مدينة كله شهر مدينة اللوشن صلوا وليد لاليمة أحنا يا جماعة البحر وهي لذيه هنا شبقا شبقا نحن عبد رجو حلقنا نادر إلى واحد مدينة حد رحلتنا في مدينة أو كوكب النوشن كما وصفها أخونا نادر الآن نتوجهين لمحطة الباصات عدت نوخ الباص لتاليان كانت رحلة حلوة وموفقة نادرة أليس كذلك؟ طبعا نحن كميلة سيدي مدينة النوشن مدينة النوشن